حياكم الله مشاهدي متابعة قناة WTV شاشة وطن أهلا وسلم بكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد اليوم حلقتنا مخصصة حول بغداد هل يوم بغداد هي بأيادي أمينة أم لا راح تعرف على هوية تفاصيل خلال حلقتي وعنوانها لهذا اليوم خليكم إيانا ورحب بضيفي الأستاذ علي الصاحب رئيس المركزة إقليم الدراسة تحيح كله أستاذ علي أهلا ومرحبا حياكم الله أنا وسبب حضرتك بداية العنوان واضح بغداد بأيادي أمينة أم لا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم تحية مسائية لجنابك والجمهوريك والعراقيين جميعا أبدأ كالمحتاد بقول الشاعر قالت الضفدع قولا فسرته الحكماء في فمي ماء وهل ينطق من فيه ماء للحديث عن بغداد وأمالة بغداد ومجريات الأمور قد نحتاج إلى حب الضغط وحب السكر وقهوة سادة لتعديل المزاج لأن الحديث ذو شجون الحقيقة أمالك بغداد نتعلمين على شعرك وكلامك الجميل اللي يكون بداية الحلقة وختام الحلقة إن شاء الله حقيقة تغيير اسم أمين بغداد لأنه لم يكن أمينا بدليل أن أغلبهم كانت عليهم ملفات فساد بل أن بعض منهم لا زال خلف قضبان السجن لاختلاسه الأموال ولعدم إدارته المسؤولية كما يجب أمالة بغداد مؤسسة ريعية مئة بالمئة يعني لو قد لا استطيع أن ندرجها ضمن المؤسسات التي من المفترض أن هي تعطي للدولة لا عن الدولة أن تخصص لها الأموال باعتبارها تمتلك الكثير من الأملاك والعقارات والبنايات وحتى الدور وإضافة إلى القراجات ومساحات كبيرة وتدر عليها هذه الأماكن ملايين الدولارات لكنها الآن تشكو قلة التخصيصات المالية وتلك مفارقة عجيبة نعم أغلب السادة المدراء يعني الأمناء الذين تناوبوا على هذه المكانة لم يقوموا بالواجب الملقى عليهم كما يفترض أن يكون وبالتالي أصبحت بغداد من المدن المتخلفة بكل معنى التخلف باعتبار أنه ليس هناك من يقوم بإعادة أمجادها ببنائها حتى بديمومتها اليوم اللي يتجول بشوارع بغداد يرى العجب العجاب يرى تصرفات بعيدة كل البعد عن ما تشهده بقية المدن التي كانت يوما ما تتمنى أن تصل إلى ما تعيشه بغداد وهذا إخفاق واضح وربما مؤلم في نفس الوقت باعتبار أن المسؤول المتصدر لهذا المكان لا يستطيع حتى التقدم خطوة إلى الأمام بل للعكس هو يتراجع كثيرا حتى أصبحت بغداد مليئة بالنفايات مرة بالطسات بكل الأمور السلبية اللي قد نستطيع أن نتحدث عنها ليس لأنها لا تستطيع النهوض لكن لأنها لا يوجد من يقوم بهذه المهمة نعم نبدأ بملف الخدمات اليوم الخدمات تقدمها أمانة بغداد أنت اليوم كم مواطن راضي عنها هي خلي نشوف أول مرة الخدمات نحن نسمع لكن لا نرى يعني هناك جملة من الإصلاحات التي انطلق بها السيد السوداني خاصة في مجال الخدمات بل أن حكومته جاءت حكومة إنجاز وخدمات وربما الجزء الأكبر من هذه الخدمات يقع على أمانة بغداد التي لم تلعب دورا مناسبا لهذه المرحلة صح نشاهد عمليات توسيع الشوارع ومنها شوارع الكرادة مثلا ولكن أولا العملية تسير ببطئ ثانيا بدول فنية ولا مهنية يعني وحدة من الملاحظات اللي شفناها في الدول وعلى من الذين سافروا كثيرا لدول عربية وعالمية أجل الصبح أشوف أكمتغيرات لكن هي أثناء الدوام ما موجودة بالبغداد بالعكس بالليل سكون ويشتغلون بس بالنهار يعني خلي شوية نحش باللغة البيضاء الدارجة يعني وحدة من الشوارع الرئيسية والمهمة جسر محمد القاسم أنا ما شايف بيوم دوام والساعة عشرة الصبح من تسعة العشرة وسيارات الأمانة تنظف الجسر طيب أنت ما تقدر تنظفه ساعة باثنائش بثنتين بالليل مثلا ما تقدر تقوم بجمع النفايات بساعات متأخرة مثل ما سوي هاي البلدان ومو بلدان متقدمة هل هي مهمة صعبة؟ طيب هاي التخسفات اللي أنتو تحفرون الشارع وشهرين يا الله ترجعوا له يعني ماكو آلية صحيحة لإنجاز الخدمات صح أكو ربما دراسة ربما مشاريع بس إنجاز حقيقي ماكو نحتاج صناعة مؤثرات اليوم المهندس اللي بأمانة بغداد أو المشرف يجب أن يكون قد مسؤوليته العمل اللي يقوم بي لازم أن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يدخنه إحنا يحفرون الشارع ويتركوه وبالدليل يصيره طبعا هذا الحفر راح يقطع الكهرباء وراح يقطع كيبل الضوء وراح يقطع ربما بوار الماء وفد عملية عبثية معيبة جدا الأمور كثيرة وشائكة ونحتاج لها مراجعات كثيرة نحن دائما نفتقد إلى المهنية لا توجد مهنية حقيقية ولا إدارة حقيقية خاصة في هذا المجال نعم زيان موضوع النفايات اليوم أنت ذكرت أنه فقط فقط اللي العفون يتم رفعها بالتالي اليوم يوجد مناطق يأخذون من عندهم أموال لرفع هذه النفايات لكن دا نشوف مناطق راقية تتكدس النفايات يعني يوم تجي السيارات رفع النفايات وعشر تيام ما تجي بالتالي يعني يوم مناطق راقية يعني راحت هي بيتها يعني نشوف النفايات مرمية بالشوارع القطاط الكلاب السائبة بالتالي اليوم وين دور الأمانة؟ لعتب على اليمن يعني إذا كانت الأمانة متخصصة في شيء فأستطيع أن أقول أنها متخصصة فقط بالاستحواذ على المال يعني فقط أنه تجيب هذه جباية على البيوت على المحلات لكن بالمقابل ما تنجز هذا العمل يعني واحدة من الشواهد حتى صارت جمع النفايات أعطيت إلى ربما متعهدين وطبعا هذه عملية سرقة في وضح النهار أيضا ألفت نظر حضرتك ونظر الجمهور إلى أنه أكو حالة بدأت تصير بالأمانة وتنتشر وهي سقي المزروعات بالجزرات الوسطية وربما سيد أمين بغداد يسمعنا تعطى لأصحاب التناكر بس لو نرجع بالحقيقة نشوف من هم أصحاب التناكر نشوفهم هما أما منتسبين في محافظة بغداد أو من ذويهم يعني هل عجزة الأمانة اللي عدتها هاي احنا نسميها بالعامية تنكرات مال المي تروح تريش أقل تنكر هذا حسب المعلومات اللي عندي يأخذ ميتين وخمسين ألف بس فقط ينترس مي من الأمانة ويطلع ياخذ لفره بالمنطقة اللي هو مخصص إليه طبعا هاي الأموال هي نوع ترجعين الدقيقية شوفيها يراجع المنتسبين الأمانة وهو هذا الفساد بعينه وهو هذا سرقة المال العام بعينه وحتى أيضا مال جمع النفايات كانت يعني حتى في السنوات السابقة كانت أكو سيارات مخصصة لرفع الألقاض هسه عجب اختفت وقدرت قادر وإجتنا سيارات أهلية من تجد حاجة جيابة أنت لا وقتك منتظم لأموالك اللي تطلبها من عندنا مو صحيحة يعني مبالغ قد يكون ما يقدر عليها المواطن وحتى آلية انتشال الأوساخها مو صحيحة بالتالي هاي الخربطة راح إلى وين تبقى يعني احنا نستبشر خير من يتغير الأمين ويجي غيره غير يكون يجينا أكفة أما يجينا أسوأ أو يجينا على نفس الخطأ فإنك كما يقولون كأنك يا أبو زيد ما غسيت احنا اليوم بحاجة إلى تغيير احنا اليوم في زمن نهضة احنا اليوم بعد ما من الله علينا بالواقع السياسي ربما الهادئ والواقع الأمني المستقر في مرحلة البناء زينا احنا شون نبني والخلف أماننا هو ما يعرف شون يصفت مراحل البناء نعم نعم اليوم بالنسبة لعمل أمانة بغداد هواي ناس متعرف شون عملهم والواجبات اللي مفروض تقوم بيها الأمانة شون عملهم اليوم أمانة بغداد طبعا أمانة ما يرفع النفايات أمانة بغداد مسؤولة مسؤولية كاملة إداريا وفنيا وماليا عن الوحدات البلدية اللي هنا أعتقد يمكن بحدود الـ 13 أو 15 وحدة بلدية في بغداد تحت مسميات على المناطق هي مسؤولة عن الجانب الخدمي بما فيها المجاري بما فيها الماء بما فيها يعني تبليط بعض الأزقة لاكت اللي احنا اللي نشوفه عكسه تماما يعني احنا نشوف مثلا وحدة من ملفات الفساد اللي صارت واللي صارت فيها ضجة هي مثلا لما تجي مجاري أو أمانة بغداد قسم الماء بغداد عليها ملفات فساد كثيرة مصلحة المجاري ملفاتها كثيرة أمور كثيرة جدا يمكن حتى ما نقدر إرادة لنا حلقات حتى نخوض بيها أمين بغداد وطبعا بالمناسبة احنا عدنا محافظ بغداد وعدنا أمانة بغداد وعدنا محافظ بغداد يعني محافظ بغداد على الأماكن الخارج مركز المدينة وأمين بغداد هو بالسنتر وطبعا قبل فترة تغير الأمين وأجانا أمين جديد ويمكن سمعته بالضجة اللي صارت قبل أيام وبهدم بعض الأكشاك ورفع بعض الأمور اللي هي يمكن كانت تعطى جباية هذا السؤال أو هذا الجزئية يستوقفنا كثيرا أنا بدي أسأل وأتمنى المسؤول يسمعنا شنو هاي الابتزاز اللي علنيوا بهالوقاحة أنه يجون لأبو الشركة أو بالمعمل أو حتى على مستوى المحلات تدفع هل قد فلوس تدفع هل قد أموال لو يغلق محلك طبعا ليس بكتاب رسمي ولا جباية الكترونية اليوم لحد الآن نحن في القرن الواحد وعشرين وجباية أمانة بغداد لا زالت يدوية يعني بصراحة بكل سهولة أي موظف متفقوا يا جماعة يروحون يطبعون وصولات ويجي قباله بالمحل عليك جباية خمسمائة ألف مقبل بتلفون واحد طريقتين أما يجيبوا له صب يسدون بها باب رزقه ومحله وأما هاي التفعيلة جديدة بالاتفاق مع بعض دوريات الشرطة وعلى مستوى رتب ويجون يسوون عليها المسرحية إنه نلتق القبض عليك وانتهي وبعدين يصير مضطر إنه يدفع مساومة طيب الدولة ما قادرة تسوي طريقة تستحصل أموال إذا كانت لها حق باستحصل الأموال مو طريقة الجباية اليدوية ألفت نظر إيش وحدة من بلديات الرصافة حسنا ما لدي أسميها بالاسم حتى ليقوم نعم بس على مستوى مضطفين صغار إيش قد تتصوين يختلسوا بفترة محدودة 800 مليون وراحت بجيوبهم النزاهة كشفتها قبل فترة يمكن هو يصير وكيل الأمين أو المستشار ماله اختلس 150 مليار كان يشتغل بغداد بعدين يتحول صار المستشار السكرتير مال أمين بغداد السابق وليس الحالي الصوري أخذ 150 مليار هذا بس كشخص على أثر يمكن الأمين السابق هو من أثر استقاله وادعى أنه مريض وبحاجة إلى معالجة زيان إذا هذا الشخص قدر ياخذ أو يسرق 150 مليار لوحده 150 مليار دينار طبعا إذن كم السرقات اللي موجودة بأمانة بغداد زيان هذا الشخص يعني مسؤول أو موظف عادي مسؤول كان مسؤول بمجاري بغداد ما بغداد العفو وقرب الأمين إلى سواء سواء السالي ما متأكد من المنصب بس هو أمال متحدث أو السكرتير يعني قريب من مكتبة هاي طبعا النزاهة كشفتها وإلا هو أكوه وجوز المضموم الله يعلن به 150 مليار دينار عراقي أنا بس أل في التظر إذن إذا قد أكو أموال سائبة عائدات عقارات الدولة إذا نحصل على 150 مليار اليوم كم مشروع ممكن ينجز بيه كم مدرسة نهضة بنيوية نقدر نسويها زيان عقارات الدولة وطبعا هي تمتلك الكثير من العقارات أمانة بغداد نعم فقط وارداتها سنويا 600 مليار إذا قد تطلل خزينة تطيها 175 زيان تدخلها بصولات رسمية والباقي كلها بجيوب المسؤولين أنا من هذا المكان وأتحدى المسؤول اللي فيه أمانة بغداد ما تسمى بقسم التجاوزات دولة اللي يطلعون على هالبسطيات على هاللمحلات دولة اللي يفلشوا قبل فترة وصارت ضجة بالشوصة السوشال ميديا على ماريا مو اسمها مارينا البنية مارينا فورد ممكن البنية اللي كسروا نعم كشك مالها أتحدى واحد من عتم إذا مو مليونير إذا مو مليونير أنا باشر أخذ جنت تروح للموزنبيق كلهم أصحاب أموال إذا مو باسمهم فباسمها أهلهم يعني هي ابنية عاملة اليوم تعمل وشغلها بإيدي يعني شنو ضارتهم يعني ما مأثر على المكان حجتها بعملة ست حجتها ستبقى قالت جوي قالوا أنت أكو قنوات دا تجيش وأنت صرت تريند وأنت كذا مثل ما تطيهم الطوني يعني مكان هما ما يدعموه مع العلم هي مستعجرة من أمانة بغداد تتبع سنويا هما تقريبا أغلب الإيجارات السنوية قالوا الأسبوعيا نجي نأخذ مليون طبعا هال مليون مو للدولة هال مليون لهم أغلب الاستقطاعات اللي تستقطحها أمانة بغداد تروح لجيوب الفاسدين وأنا أستغرب يعني من حكومة السيد السوداني من ملجلس الوزراء يفترض أنه انتبه لهذه اللعبة ماكو بسطية إذا ما يجي عليها واحد من المنتسبين أمانة بغداد إذا ما جايب لدفتر وجاي إذا ما جايب لدى شرطه وجاي طيب هاي الأموال اللي يأخذوها وأبو المحل أو أبو البسطية مضطر يقولوا كاني شا سوي أدفع بلتي أحسن أدفع حتى ما يعزلوني أو حتى ما يلقون القبض علي يعني عندك مارية هي يعني وحدة من الناس اللي تعرضت لهدم مشروعها بسبب أنه ما قبلت بدفع مبلغ مالي للأمال بالتالي يعني حسب الكلام اللي قالت وانتشر على وسائل التواصل يعني انهدم المشروع فظهرت استنكرت وشفنا دعم علامي كبير ودعم من بعض المسؤولين والسياسيين لأن هي اليوم شخصية تعتبر مشهورة نعم واشتهرت بأكلها وبعملها بالتالي يوم أدنى المئات مثل مارية أكيد أصحاب بسطيات وأصحاب اليوم يعني أعمال يومية بالتالي يعني بسطيات نقول أو شنابر بالعامية يتمها دمها لكن ما يظهرون على وسائل الإعلام وماكو أي تعويض وماكو اليوم على مقربة من هيست على مقربة بـ 10-15 متر ترى هما من فلشين أكثر من مكان بس هو صال التسطيط هنا لأن هي القلوانت اللي على أساس هما كانت راعية فالبرنامج عدتهم أو فتشيه هما اللي إجوا وصلطوا ورضووا أنا يعني من هذا المكان أحيي دائما للإعلام الإعلام عادة أنا أسميه بالجند المجهول لو أشياء لو ما يكشف الإعلام كان هواي أشياء مرت مرور كرام وما حد يدري بيها بس لأنه بعض القنوات العراقية سلطت الضو عليها سلطوا استنجادها وصريخها وبكاءها فبدت تتفاعلوا يها أما هي على مقربة تفلشت يعني أنا أشوف هاي الظاهرة ما لأنه لو تطينا فلوس فلوس لو هسن فلشك وبالفعل يجون يجبون شفلات يعني أبصد شيوع من الأزمة الصحية اللي تعرضت لها اليوم اللي يتحمل مسؤوليتها هي وكثير ضرر نفسي بالضبط هسا هي جوز الله حبها ولفت انتباه الناس إليها ورفعوا وارتقت بمسؤولين وهذا قال أنا حتى من بغداد مع جل احترامنا إليه قال أنا ابني من مال الخاص يا عمي هسا هي تخصيصاتكم وشوي هسا تقدرون تبنون عشرة مثله بس انت كم واحد مثل هاي البلدة المسكينة فلشتوا باب رزقه زين أنا هسا أسأل انت جيت على مكان هسا هو يقدم أغذية ربما وزارة الصحة مطلتها إجازة أكو رقابة عليها بس انتوا هاي الكوفيات المفتوحة واللي ما تعرفون ما تعرفش يتقدمني الشباب بيها أو هاي الساحات المستغلة ومن تجي تسألة تقول لي يا بابا انت من أخذت هاي الساحة ما الدولة يقول لك كان مأجرة من أمانة بغداد أفرع أنا أعرفها أفرع هنا أنا بالكرادة على مقربة مزدودة يجون أشخاص يأخذون إيجارات على السيارات يا بابت من أقول لك لك أنا والله أنا ما أخذ إجازة من أمانة بغداد والله أنا باتفاق ويأمانة بغداد زين أنتوا لم تبقيني القانون كله حتى احنا نقول والله هالقانون فوق الجميع ولا أنت مخلي العالم تسترزق يعني لو يطيك ويبقى بمكانه لو ما يطيك وهو يحارب ويقطع رزقه ويقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق لأن أنت من تقطع إنسان تبليه وحده بس من تقطع رزقه تبليه هو وعائلته وربما تسبب أنه يكون هذا مشرد وأنه يكون هذا منحرف بالتليل يعني أمانة بغداد عليها من الحديث ما يطول ومن علامات الاستفهام الكثيرة أنا بس أود ألفت نظر أنه على أي أساس إحنا في العام ولا زالت المحاسبة تروح تتحاسب بالورق وتقعد تروح لك على مال الماء يجون جماعي ساموك تروح لك على غير دائرة مال مجاري جماعي ساموك تروح على تطفع ضريبة مال بناء البيت على ذكر بناء البيت أكو حق خاص وأكو حق عام الحق الخاص يا سيدة العزيزة للمواطن أنا دار اليوم بيها سياج ينهد أريد أبنيه بعدك ما حاط الرمل وبعدك ما جاي بالخلف يبني الأمانة فوقك شو سوى لازم تدفع ضريبة يابا هو جدار أريد أبنيه أريد أطوره أريد ألبخه لا ما يصير لو تدفع لو احنا وبالفعل بانتصال سريع تجيك دورية مالشرطة وضباط وسوى لك هاي التفعيل العشرة عنها وبالمقابل على بعد متر عشر أمتار يابا هذا قاطع الشارع يابا هذا ما أخذ الساحة ما للدولة إليه يابا هذا مستغل الرصيف ليش لأنه ذاك يمسركين أمورهم ويتفع لهم شهريا أو مسؤول أو تابع الحزب أحسنتي أو مسؤول أو كذا وهذا الفقير فأنت شون تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أنت شون تجي تقيس الأمور وانت راح تفقد هيبتك إحنا مشكلتنا ليش أسيه وصل أنا يمكن دعيته غير يقول ما كودا عن سميه الأمين يعني الأمانة عظيمة أننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وعش فقرة منها أنت من تحمل هاي الصفة لازم تكون قدهة لازم تقدم خدمات المواطن لازم يستشعر بيك ليش إحنا نروح الدول والله ما كانت تساوي شيء أمام العراق صفر على الشمال ونشوف خدماتهم ونشوف وقتلك كلها بصفحة وإجراء الأعمال الصيانة أو غيرها في وضح النهار وفي بداية الدوام إحنا مننا شوارعنا مكتبة بالسيارات ما شاء الله عندنا بحدود أربعة أربعة ونصف مليون سيارة وشوارعنا ضيقة تجي أنت تجرى هاي عملات الصيانة بالنهار زين وين بأيام العطل مثلا وين ليش مبعد منتصف الليل وكثيرة هي كثيرة هي الأمور اللي واحد لما يتحدث بها والله يتحدث بمرارة نحن آني أو أنتي أو حتى الجمهور فعلا ما عندنا عداء ويأمانة بغداد بالعكس هي جزء مؤسس من مؤسسات الدولة لكن يفترض أن تقوم نفسها يفترض من مستبدل الأمين ويتحمل ويشخص الخطأ اللي سبقه لازم لا يجي على خطاء أو يرجع نوبه بالأسوأ لازم يقدم شنو المشاريع اللي قدمتها الأمانة أنا هسأ أسأل بنيتون مجمعات قدرتوا سوون فد شغلة حلوة جمعيات تعاونية مثلا قدرتوا تبنون فد أشياء هسأ قد تكون هي موقتصاصكم هل حديقة أبو نعوص؟ هاي الحديقة عليها كومة مصايب هس نحن خاف نحكيه وخاف النوبة يقولون هذا ضد التطور أولا حتى وقتها مو صحيح مكانها مو صحيح أولا هي مرتع هذا المكان أنا كنت أتحدثت يمكن بيه ما أدري أعتقد أبر قناتكم يعني أولا أقبالك أكو كم هائل من مبيعات المشروبات ومن الملاهين وبالمقابل عوائل وتجي يزور هذا المكان هذا مو صحيح ثانيا يخلق أنه أعتقد وياسة أتذكر مرة وقلت لك أنا على يقين أنه يوم ما يغلق وبالفعل هو غلق فترة وهس رجع فترة ثانيا هو يخلو من الخدمات الصحية والحمامات والشغلات زينا المكارثة بيه مناقل شوي بيه أماكن يوم للناس تجلس زينا اليوم يعني اليشوي ما يحتاج أنه حمام اليوم يعني أطفال دائما هو الطفل أطفال اليوم ما يحتاجون حمام مغاسل لا وإنت ليش اختاريت هذا المكان يعني أولا أنت شون تجيب عائلة وقدامك من يرتاد للملاهي وبيع الخموم اليوم راضة فكرة أنه تروح الهيتي أماكن وبعدين الشرطة ممكن مثلا مرة يدفعون الضرر بس مو كل مرة فهذا مكان خاطئ شارع أبو نقاسي يمكن هو المنفذ الوحيد لازدحامات الكرادة داخل وخارج نعم من تجي تسوي بهيتي مكان من قلت ليش إحنا خطط استراتيجية ما عندنا يعني مع الأسف يعني إحنا نفتقد إلى سوء الإدارة الإدارة الحقيقية غائبة ليش أكوه هواي ساحات أنت بالوقت اللي ساحات انطيتها الشخصيات هسنا ما ريد نقول بس متنفذه بس مقابل أموال بعتوا الأرصفة وبعتوا الساحات ومن تجي هسا أحد يعترض على حديقة الزورة ما ممكن لأنه مكان مصمم بطريقة عمرانية وكبير وبيه مرائب سيارات المتنبي بصبت مثال العالم كلهم رحبه بفكرة شارع المتنبي ونشوف الزيارات للعوائل بالضبط والأمسيات اللي يتم بيه شارع المتنبي يعني مكان راقصة راحة للعوائل بس هو حتى هس لو لو ردنا نعد أنه شي سموه منتجه أبو نؤا شي سموه شي سموه مالأبو نؤا خلنا نسميها نسجل هاي وحدة طبعا هي مو بالأمانة هاي يعني سيد السوداني يمكن هو اللي أمر بيها وذكر بزيارة وقال يفترض أنه هاي تكون حالة حال لبنان يعني لبنان رغم بلد فقير جدا بس خاصة المناطق اللي على البحر يستغلونها بهاي الأشياء وحتى يعتبروها مجانية فهي يبدو أنها تكون قريبة وزي الآن بالمقابل غير أوفر خدمات ويوم من العائلة خدمات وأمين ممكن يصير جرائم هناك ممكن يصير غير أمور وقلت لك يعني أنا ما يتخلى النار يم من البنزين هذا مكان مكان مال له هو مكان من زمان يعني بصراحة نعم هو المناطق اللي بصفة مناطق يعني ما نقدر نوصفها نقدر نسميها مناطق رخوة أمنية أخلاقيا فأنت من تجي تسوي مكان لتجمع العوائل أنا أشوف هذا مكان ممناسب نعم ومع ذلك يعني حتى وإن عددناه من الإيجابيات بس قياسه نشقد يعني واحد بالمية لدينا ساحات كثيرة أولا نحن عندنا نمو سكاني ما شاء الله العراقيين شادين حيلهم وثانيا البغداد صارت بها يعني ازدحامات كثيرة فإحنا بحاجة إلى ماكن ترفيهية بس وين نكون بمناطق مدروسة يش نحن اليوم ما عندنا ساحات ومناطق فارغة نحو الساحة لو يستولوا عليها المسؤول لو تأجرها الأمانة سويها قراجات للسيارات والبضائع زين لو تستحوذ عليها أحزاب وستويها مولات وما شاء الله إحنا هسا عدد المولات بعدين ألفة نظر يجعون مفروض دراسات يعني في مرحلة الثمانينات السبعينات حتى قبلها من واحد يريد يقدم مشروع يقولوا له مو أسنسوا المشروع روح وروح قسم الدراسات يقولوا له هذا مشروعك مناسب هذا مشروعك يأثر سلبا على الواقع العمراني البناء التخطيطي للبناء ها شو هسا إحنا مول بسف مول زين شنو الحكمة يعني هسا أنا دعرف المول هو صار منقذ أنت مكان ما تبني مول والذبع ليه مليارات ابني مجمعات احنا اليوم عدنا نسبة 75% من العراقين بالإيجارات يا أخي خلصوا من هاي المشكلة لا أنتم وزعين قطع عراضي للعالم ولا أنتم قدرتوا تخفضون الإيجارات بقانون سنونة ابنوا مجمعات وهاي المجمعات هم راح تكون فائدة لكم هسا مكان ما دا يدفع المواطن أقل إيجار 650 و700 وقد يصل المليون أخذ من المواطن 250 ألف وخففوا عنا عن كهله مهوحنا ليش كثرت عندنا هاي السلبيات ليش كثرت عندنا الجرائم كثرت عندنا المخدرات وحتى حالات الطلاق أنا عندي دراسات لو ترجعين السبب الرئيسي هو الفقر هو العوز المادي في يعني في النظرية لطيفة للعالم أو فيلسوف نيتشيه ألماني جنسية يقول كيف يحصل الخطأ فالتبرير لطيف يقول بما أن إمكانيات الفرد محدودة أنا وإنتي يمكن عندنا راتب هذا الراتب لازم نقسمع الشهر إمكانيات الفرد محدودة ولكن طموح الفرد غير محدود أنا اليوم أتمنى يكون عندي بيت يكون عندي سيارة يكون عندي أثاث يكون عندي ذهب يكون عندي شرصيد من حق الواحد يحلم أحسنت فالفرق بين الإمكانيات والطموح يولد الخطأ وهذا اللي دا يصير هاي جرائم اللي دا يصير وهاي عمليات كل العمليات الدخيلة على مجتمعنا السبب الرئيسي لها هو الوضع المادي المتردي فلما تجي الدولة تكون سبب بزيادة الهموم هاي هاي معظلة كبيرة سيارة سيارة علي شون الفائدس يوم المجمعات السكنية اللي انتشرت يعني حاليا بشكل كبير بلاونا الأخيرة ونشوف سعر المتر سعر خمسة آلاف يعني والفقير وين يروح هذا الأمامة بني أحزن لأن انت النوبة راح النوبة تزيد همومة وتشعل النار بقربة فهلا يعني تبقى اتباع وتتحسر زيال ليش الخدمات على الأماكن الترفيهية الموجودة يعني هسه يعني يسوي غصة بقلب كل عراق هسه أنا أسأل الأرض أرض الدولة والكوادر يفترض أن تكون أيضا من الدولة بس خلي نقول هسه مثلا لأياد العامل العراقين هو ايش تتطيب اليوم يديك خطيئة من النسكين من الصباح للليال يطلط يطلو خمسة وعشرين ألف والمواد من السوق زيال ليش هاي الأسعار الخيالية بالتالي انت لو ما باني المجمع لأن انت هسه راح يثير حفيظة المواطن اللي ما يقدر يشتري أكيد مهي هاي هم مشكلة زيال انت شودت بالمجمعات بس هاي لو تجين تسألين عليها ما تلقين عائدتها للدولة مطلقة تلقينها لمسؤول في الدولة لواحد مبتز لواحد سارق لواحد سياسي ديدلة سرقة المال العام فبعدين بنصارت له رسع علي المشروع تحزم الأحزام وبالدليل قلت لك أعيد وأكرر إنه مو بس طبعا لأمانة بغداد خلينا نكون واقعيين أغلب مؤسسات الدولة بدون دراسة بدون تفكير بدون خطط ستراتيجية يعني تحزم وخدلك سهم ما عدنا خطة آنية أنا اليوم أجي أمانة بغداد تعال يابا انت راح تصير أمين بغداد ترى القبلك كذا وكذا وذاك بالسجل وذاك ما عرف يسوي انت شنو مشاريعك انت مهندس قدمني الهندس دراسته تقدمني أفكارك هاي وضعية اللي دا شوفيها يا شارع اليوم ما مريت عليها ورس شهرين ثلاثة ما حفروه كذين انت شون ذكرت بكنزه وحفرته مثلا زين انت غير أول مرة واحد يمد أنبوب مثلا الكهرباء أنا خاصة بكابلات الكهرباء وكابل الضوء مال النات ومال المجاري وبعدين تبلط احنا جماعتنا بالعكس يبلطون ويدقون رصيف وبعدين يتذكرون انه هذا المكان انت رابي كابل الضوء راح يحفرون وياريتم من يحفرون انا قلت لك يعني نوبات امر بدأ وازور دول يعني بالعشرة باطنعش بالليل الامور سالكة ارجع الصبح بنفس هذا الشارع اكو بيتغيير كان يكون صبغ كان يكون ترتيب يفترض انه هاي كله بعد الساعة تبتل بالليل احنا ما عدنا هذا شفت الليلة ملغي ولي قركت بلك لافتة نأسف لازعاجكم لا هو نفرح لازعاجكم بس هم غلطوا بالتعبير اللغوي فسيدة الكريمة اليوم الحديث عن امانة بغداد اذا بس كلام ما راح يجي شيء اليوم الاعلام اللي يسلط او الضيف اللي يجي يحتي هو ما عنده عداء شخص احنا لا دلنافس على منصب الامين ولا عندنا ثار ويا وان هس ادار مع احترامات اللي يجي الاحترام من الامين الجديد اذا اشوفه بالشارع ما اعرفه يمكن اعرفه كمسؤول من وراء السيارات تعودنا عليها السيارات المضللة ويرقضون قدام الجنود وهذا نعرفوا انه هذا مسؤول بس منه هذا المسؤول ما نعرفه لان ما ترك اثر طيب لا هو ولا بقية المسؤولين فمن ننتقد ما ننتقد بدافع الحقد ولا الكره ولا التسقيط ولا احنا من تمين لجه عكس تيار جهة هذا الشخص بس احنا من المنا ليش هذا البلد اللي صاحب اقدم حضارة البلد اللي كانت تدغنى به الشعراء البلد اللي كان هاي الامارات والله يزيدهم خير جهود رؤساهم ومسؤوليهم كان يوما ما حلم الامارات ان تصل بعد عشر سنين لمستوى البصرة حتى لما نسأله في وقت قلوا ليش ما قلت بغداد الشيخ زايد الله يرحمه ويرحمه الموتى قالهم لا حلم بانه نصل الى بغداد حلم مستحيل يتحقق هاي احشيلش بالسبعينات انظر هاي الدول وهاي المدن وين مستت واحنا ليش يعني تقول احنا بلد فقير حتى يقول ما عدنا لا والله عدنا تخصيصات مالية واني قلت لك طبعا هي اربع مؤسسات او اربع وزارات ممكن نسميها يمكن هي وحتها اراداتها تعيش العراق استاذ علي يعني تذكر عبعو ابن قال كلمة اللي اشتهرت هي الزرق ورق عم احنا راضين بالزرق والورق نتمنى الزرق والورق اليوم حتى نتطور هاي التصاريح ولا تزال طبعا هي عقو على شاكلتها هذا استخفاف بعقلية المواطن هو ما يؤلمنا انه المسؤول يطلع وكأنه الامامة مو بشر ودارس وواعي ويفهم فيمرر كذبته بسذاجة واستهزاء يعني هذا المسؤول لو يحسب حساب المواطن ويعرف انه المواطن ونصع ليه الدستور انه الشعب مصدر السلطات والشعب وقادر على التغيير وكذا وكذا ما كان يقدر هيش يصرح تصريح بس شون يقول لي انه يعرف هذا كلامه هسه هو مو منطقي ولا مقبول ولا معقول بس راح يمر شون من اللي يحاسبه لانه هذا الشخص اجه سلم المنصب مدعوم من حزب واذا مو مدعوم من حزب وهو مشتري شراء يعني انا بس ما اقصد بس الامين انا اقصد اغلب الوزارات واغلب المسؤوليات هي تدار بهكذا نعم حتى دائما نقولها بلقاءاتنا سياسية نقول العملية السياسية كأنها سوق نخاسة لبيع المناصب وشراء الذمم وبالتالي من يجي واحد اللي يدفع اكثر يتولى البنصب اولا هو يريد استرجع اموال الدفاحة وثانيا هو ما عنده لا طاقة ايجابية ولا عنده امكانية ولا عنده كارزبة انه يدير هذا العمل وبالتالي يصير الفشل بس هذا الفشل من اللي يدفعه ما تدفع الدولة يدفع المواطن هو يدفع الضريمة ادفعه انا وانتو هسا احنا نرتقب حكومة سيد السوداني حكومة انجاز حكومة خدمات بس اللي دا نشوفه على ارض الواقع مو نفس اللي دا يقال هسا احنا ما ندخل اليوم برنامجنا مو سياسي ما ندخل بالمناكفات السياسية بس وين هالأفعال يعني اكو صح اكوها سانا دا نشوف توسعة بعض الشوارع وان كانت هي مهنة ما تحلها الازمة بهاي الطريقة انا زيدت هذا الشارع متر ولغيت الرصيف قلصته برأي كان مراحل غير من الزخامات او زحامات حتى اذا الشيرش قدس به حتى انا اقلل من الزخامات السيارات علي اولا ان اسوي جسور يعني هاي الهسة حتى جاي جسور انا طلعت عليها يعني جاهزة نصب رأسا تنصبها نعم اسوي الفاق اسوي افعل عملية النقل الجماعي احنا ما عندنا ثقافة ثقافة مجتمع للأسف لا نزال احنا بعقلية القطيع كل بيث بي سيارتين وثلاثة وارب وهاي السيارات اي هاي الدول ترهية كل واحد يعني بس هاي الدول المواطن ما لها ما يستخدم سيارتين للعمل نهائيا بعيدا على انه يحسب حساب البانزين وغيرها لا هما ما عدوا من الحساب بس يقول لك انا روح الدائرتي اكو نقل جماعي احنا مسألة النقل جماعي منتهي عندنا نهائيا حتى دور يعني مديريات المرور وهذا الجانب ايضا انه احنا هاي السيارات الاعداد ماكو دولة دولة مثل الاردن مع احتراماتنا لكل الدول ما تسبح بشوارحة سيارة 2020 ما يقبلوها يقول ميسر اقل شيء ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات لازم تترحل ما تبقى احنا ما للسبعينات لحدنا نتمشي بشوارحة فخطط ماكو ما اجانا واحد عرفي يخلصنا من هاي يعني احنا كمن يستجيره بالرمضاء من الناري يعني هو ما يتمنح ريضا بروحه بالرمض الحار على موضي يطف ناره احنا ما عندنا هاي الافكار ما عندنا واحد اجي والتقى بالسيد الرئيس الوزراء مع كل احترامنا لعدد المستشارين اللي يقال والعهد على القال بحدود الـ 80-85 مستشار عنده ما اجي قدم فد ورقة عمل فش يصير الرجل يركض على الكهرباء يركض على الخدمات يركض على بعض الامور احنا غير اليوم الانسان من يصير بهذا المنصب وما شاء الله الرواتب خيالية والامتيازات والسيارات والجواز الدبلوماسي الى والعائلته غير يكون يقدم فتخدمة مقابلها غير يكون يقدم شي ينفع ببلده اولا يحيي ضميره وهسا الانسان من ينام ومسوي له موبقة هم يمكن حتى ما يدرك النوم بس احنا مشكلة هاي التطنيش وهاي التغليسة وهاي كل واحد يقول لك يلا هسا هي انا هاي الاربع سنوات العمرة الافتراضة للحكومة او للمنصب اقضيه شون ما كان استحوذ على اموال هذا سرقة الاموال احنا هسا دارين نكشف ملفات سرقة اموال اللي بامانة بغداد والله يشيب لها الولدان وما كم نتيجة ما كم معالجة قلت لك انا لحد هذا اليوم انا اشوفهم يعني بعض جايب له وصل زين انت كدولة وكمؤسسة وتعرف هاي اموال تطي الموظف وصل مطبوع اقدر هسا اطبعه باي مطبعه بالسعدون بالمتنبي واجي افتر عليهم الطوني 50 الف الطوني 100 الف اكو بسطية بالكرادة او بكل المناطق اللي ببغداد ما تجي الامانة تحاسبه وتاخذ من عنده ابو غسل وتشعيم ما اخذين منه ابو قراج السيارة ما اخذين منه زين هاي الاموال وين تروح مو هسا احنا بحاجة الى اموال هسا احنا مو احنا عدنا عجز بالميزانية 64 تريليون دينار زين غير هاي واردات الدولة كذلك المرور ايضا هميا ممكن هذا الحلقة يعني حديث بعيد عن حلقتنا هم الاموال اللي دا تجيهم 450 مليار دينار شهريا وكذلك الضريبة ما تتروح الاموال حيا تقاسموها هو هذا المسؤول وهذا حزبة وهي كتلته كل واحد ياخله سهم وبعدين يطير علينا وبعدين المواطن اكثر مواطن يدفع ضريبة ويدفع غلامات والمواطن العراقي تشترين بيت تبتلين تشترين سيارة تبتلين تنزلين بالشارع تبتلين وصل الضرائب زادت طبعا فتحين محل تبتلين يعني ما كلها تجيك ليش هسا احنا اليوم نتحدث مثلا ولقاءات وحوارات يقول لك يا با احنا ليش بالصناعة متخلفين لأنه ما عندنا القطاع الخاص معطل من تجي تسأل يقول لك يا با أنا بعد ما فتحت المعمل قد بسم الله رح ما رح يمجدت خمس جهات الصحة تجيني والأمانة تجيني والضريبة تجيني والأمن الوطني يجيني والداخلية تجيني وكلها تريد تريد وبالتالي أنا من أنزل منتوجي أشوف ميضة هالمنتوجي المستورد تطلع صاحب المشروع خسران خسران وبينما هاي عندنا أنا وقايلها تسابقا ومؤكد عليها خمسين ألف معمل معطل وليس بعاطل كان حياتنا الصناعة بمكان ما احنا نستورد بحدود 70 مليار دولار سنويا نشوفوا هاي عائدات أو هاي ميزانيات كم دولة احنا نستوردهم من برة كل شي نستورد كان نحنا أولا نشغل العياد العاطلة اللي هسا هم مظاهرات بس يريد يتعين ونقلل من الاستيراد ونقلل من الأموال إذا تطلع ومبالغ بسيطة بس ماكو بعدها هذا الضريبة تكسر الظهر الغرامات وقلت لك من غير الأتاوات اليوم الأمانة بغداد أنا مو أقول يعني أقولي جميع مطلق ولكن الأغلب يمارسوني الابتزاز عينك عينك ويمكن شفناها وسمعنا أنه راح يحاسب مجال مجلس تحقيقي أنا مدى هذا المجلس تحقيقي منين بتدعوننا يا موظف عندك بالأمانة من دائرة بلدية الشعب اعتقد هم العادين إلها اجه كسر شيء واجه ساوم هذا رأس نكون يدع السجن حتى يصير عبره عبره لغيره إنتما نستوي مجلس تحقيقي ما تمشيه علينا إحنا صرنا مفتحين باللبن من ورا هاي المصائب هذا تمويع هذا تبريد دلحال لأنه إحنا بصراحة العراقيين ولا وطيل عليهم إحنا وصفنا الباشا نقول السعيد الله يرحمه يقول العراقي مثل الفوارة الفوار هذا النوع من اللي يفور دخلوا والمي هسه موجود فيه تامين سي على شاكله يفور وبعدين يفت يننسي إحنا الحدث بس نعيش أيامة يوم يومين بعدين يبرد ويننسي فهاي القضية مع المجال استحقيق هي أبرد تبريد للموقف المفروض المسؤول أو الموظف اللي يسرق أو ابتز أو ضغط يفترض أن يحاسب ويفترض أن يكون للإعلام دور يظهر على القنوات الحكومية وما أكثرها ويقول يابا بما أنه فلان ابلا فلان ابتز كذا أموال حال إلى القضاء والقضاء احنا كنا مؤمنين بعدالته ونزاته وانسجن كذا سنة هسه احنا قمنا نشيك حتى باللي مجيورين يجوزهم وما خارجه سجن هش مدرينه صارت عزمة ثقة بين المواطن وبين حكومته بين المواطن وبين مؤسساته نعم أستاذ علي خطارناها مستوية حضرتك تختمها المسؤولي اللي يجينا أسوأ من القبل يقول الشاعر بوليتا بأحمق فعجزت عنه فكيف إذا بوليتا بأحمقين يعني هذا الحمق المسؤولية هاي اليوم اللي يجينا وإحنا نتأمل بيه خير وإذا به ويمشي عكس التيار إلى متى الصبر قد يعني صبر حدود كما يقولون إذا إحنا نبقى على هاي الحالة شوف أول معشر سلبي يأثر بينه هو موت الوطنية نعم يقول محمد الماغوط الكاتب السوري يقول من الغباء أن أعيش في بلد لا أملك فيه بيتا ومن الغباء أن أدافع عن وطن لأموته ويبقى أولادي من بعدي مشردون الوطن حيث توجد مقاومات الحياة لا مسببات الموت اليوم المواطن عراقي بده يفقد حتى وطنيته لأنه حس بأنه هاي المؤسسات ما تشتغل الصالحة هي تشتغل بالضد منه وبالتالي أصبحنا حقيقة كل البعد عن أنه نقدر نبني بلدنا ما نقدر نتكاتف بياناتنا بجهود الخيرين حتى نقدر يعني أنا فالنقطة نسيت أن تبهنا يمكن الجهد الهندسي ما للحجد الشعبي يقدم خدمات أكثر من أمانة بغداد فأنا لو أوكل أمانة بغداد للجهد الهندسي والله أحسن من ما دا نشوفه هذا لأنه شي يقهر من أنت تمشي بشارع وتلقاه محفوره بطريقة أنا ذاك اليوم كنت في منطقة أيضا قريبة على شارع فلسطين الحفريات بالشارع ما تقدر يعني من نص متر أو السيارة يجي وإذا بسيارته وفيها وبدون دلائل وبدون حتى علامات تحذير هذا استخفاف بعقلية المواطن بأملاك المواطن والحديث ذو شجون وبقية شكرا لك أستاذ علي صاحب رئيس المركز القليمي للدراسات وشكرا لدمامك يوميا أكيد نورتنا تحياتنا لك شكرا لكم